يعني عندنا كلام كتير جدا في هذه القضية التي ما زالت تصار حتى اليوم ووقفات موجودة النهاردة قدام نقابة صحفين ووقفات وفي موجودة في قنة في سوهاك في العديد من المحافظات اليوم كثير من التداعيات التي حدثت في الشارع نتكلم في هذا الأمر بتفاصيل ولكن عايز أكلمكم في أمر يتعلق بالوطن وبكل صراحة بكل صراحة عندنا الدولار بقالنا فترة كده بيتصعد 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 حتى من النهاردة تجاوز حاجز التسعة جنيه وطبعا الناس بدأت تتكلم في هذا الأمر هو دي سياسة محافظة البنك سيد طارق عامر ولا سياسة سيدة الشام رامز اللي كان قبل كده ولا سياسة لا ولا سياسة أنا بقول لكم ولا سياسة حد لو جبنا رئيس صندوق النقد الدولي وجبنا أعظم حد ما لهوش علاقة ولا يقدر يأثر في ثلاثة ساغ المشكلة فيه نحن لازم نكون صراحاء لا محافظة بنك المركزي ولا الدولة ولا الحكومة ولو غيرنا الحكومة دي وجبنا حكومة تانية هي هي ولو غيرنا الدين وكلها وجبنا حد هي هي ونعرف ليه بقول كل الكلام ده وهي هي ليه الأسباب اللي هقولها لحضراتكم والمشاكل اللي عندنا ولازم نواجه هذه الأمور ونوضح للرأي العام هو إيه الموضوع؟ هو ليه الدولار بينط كده؟ ليه؟ وعلى فكرة هيزيد تاني يعني وقت تفتكروا أنه لا هيزيد تاني وثالث وعاشر ليه هيزيد؟ عشان احنا بنتفرج آه ومحدش يزعل من الكلام اللي هقوله محدش يزعل الحقيقة أننا نصارح البلد والشعب باللي موجود بالوضع الصعب جدا وضع الصعب وضع الصعب ما عندنا السياحة رقم واحد رقم اتنين تحولات المصريين في الخارج قلت رقم تلاتة قناة السويس رقم اربعة احنا قاعدين بمشتغلش دول اربع أسباب لو حضراتكم عايزين بقى تتكلموا ودواجه الحقيقة وتعرفوا ليه احنا في مشكلة هم الاربعة دول الاربع أسباب دول هم دول الموضوع طيب نعمل ايه؟ السياحة نعمل ايه عشان السياحة تيجي اللي هو المصدر السريع جدا نعمل ايه عشان احنا بمشتغلش فنشتغل في عندنا انتاج فنصدر فنجيب دولارات نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نقول لكل واحد شينا لو سمحته اشتري لبس بلدك وقدوم بلدك وكل اكل بلدك اللي هو نبطل شوية نخف الاستيراد شوية عشان نوفروا العملة دي محتاجينها نستحمل شوية اللي هو ايه؟ اشتري المصري اشتري المصري على الاقل مصانعك بتشتغل ولادك واخوتك بيشتغلوا بنوفر عملة رقم سبعة وتمانية وتمنتاشر اشتري المصري